السلام عليكم ازاي الحال ازايكم معكم دكتورة سارة والله انا بس ده فيديو سريح كده عن يعني الوضع في السودان و محاولة شرح ابعاد ما يحدث يعني وتوضيح بعض الامور للمستمعين اول حاجة انا دايرا قارن بين مواقف السودانيين في الحرب دي في اسرار كثيرة هتتكشف مع الزمن يعني وتوضح للناس في وقتها يعني ولكن اعرف انه الحرب دي مواقف الناس تفاوتت بين ناس باعوا نفسهم للشيطان ها بساندويتش وعصير وناس قدمت حياته لفداء هذا الوطن تفاوت بين مواقف الناس كلهم سوداني والناس اللي قدموا حياتهم دي طبعا كتيرين يعني في ناس مشوا عديل تجاه الموت اللي هو انا بذكر ليك منهم الناس اللي ماتوا في الاول معركة حصلت في الحرب دي اللي هي المعركة اللي حصلت مع الحرس الرئاسي اللي كان في حراسة قائد الجيش البرهان وديل يعني تمت مفاجأتهم تماما بهجوم فيه تفاوت في العدة والعتاد والاستعداد طبعا ولكن استماتوا واستماتوا بأمر من قائدهم اللي هو استشهد في المعركة دي يعني قال لهم نحن نجيف وكفة رجال بما معناه يعني لانقاذ هذا البلد لأنه إذا قتل رئيس أو رئيس الدولة ورئيس الجيش قائد الجيش معناها سقطت حكومة السودان وسقطت البلد خمسة وأربعين ضابط وكفوا أمام أكثر من ألف أنا ما عرفت إكزاك للرغم كم لكن أعداد التاتشارات التي اشتركت بالمئات في المعركة دي وكان في حصار تام لبيت الضيافة وتم اختراق وكسروا الحيط وكسروا ودي حاجة كانت مفاجأة كاملة ليهم طلع منهم خمسة الباقين كلهم ماتوا دير كانوا عارفين إنهم حيموتوا ولكن بالرغم من ذلك لم يستسلموا وقاتلوا قتال مستميت واستشهدوا في سبيل إنقاذ هذا البلد الحاجة الحاجة الناس اللي مفروض يعرفوها إن هؤلاء إن الضباط الكرام لو كانوا استسلموا نحن دلوقت كنا هنكون في وضع آخر ما كان حيكون في حرب طبعا ولكن نعم زيدا سيمبلي لأنه خلاص بلد سقطت ولكن كنا سنكون عبيد لدولة الإمارات ومن ولاها ووضعنا كان سيكون مختلف تماما فنحن أنا عاوز الناس يتذكروا هؤلاء الأبطال ودي المفروض أسماء تكتب من ذهب في مكان يتيم فيه تذكير الناس بهم وبما فعلوا من أجل هذا البلد وزي ما قلت لكم في الجهة الأخرى عندنا الباع البلد بأرخص الأتمان للأسف يعني طيب الجصة دي مهمة نحن يا جماعة بلدنا دي في محك ما حصل من ربيه قبل كده لا تقول لي حكم الكيزان والحكم البتاع يا كيزان جوا وبشتنون وبشتنوا البلد ودخلونا في إن نحن فيه ده لكن المحك إن نحن فيه السع ده مؤامرة عالمية ضد السودان دول كثيرة جدا متآمرة عشان هذا البلد يسجد يركع ها ليه نحن يمكن نكون ما عارفين قيمة بلدنا لكن هذا البلد ها يحتوي على موارد العالم كله بيقى محتاج لها هذا البلد فيه أراضي زراعية فيه نهر النيل موية حلوة ها أطول نهر في العالم فيه مناخ متفاود أنطار وأراضي شاسعة وكده وفيه موارد معدنية لسه نحن حتى ما عارف إننا قدر شان وده غير موقعه الجغرافي اللي هو على البحر الأحمر اللي بيعتبر من أهم المعابر البحرية دلوقتي في العالم ده بلدنا اللي نحن مستهينين بيه ده اللي بنلعب بمصيره دلوقتي البلد دي العالم كله دلوقتي بينظر لإنها تسقط ليه لأنه كل واحد فيهم عنده مطمع فيها طيب داري سقطوها كيف أدوات الأداء اللي بيستخدموا فيها هي الإمارات الإمارات دي طبعا هي الأداء دلوقتي بيجت الأداء اللي بتستخدم لتركيع كل العالم العرمي والشرق الأوسط بايع نفسها علي كده طال علي كده خلاص باعت نفس علي القصة دي إسرائيل ودول الغرب دي ودول الاستعمار دي كلها ولكن الإمارات زاتة عندها أداء بيستخدم فيه هؤلاء المرتزقة الجنجويد دي دي بيقاتلوا في الصفوف الأمامية دي وسيلتها في القتال استخدمتهم في ليبيا استخدمتهم في مالي استخدمتهم في تشاد استخدمتهم في أفريقيا الوسطى وا 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 والنيجر ده كل الإمارات ده أخلا فيه بالمناسبة وده كل الجنجويد هم المنفذين للمشاكل هناك أمشو أقر عن الكلام ده دي الوقتي جونا هنا في السودان لأنه دي المرحلة الحالية يعني للتآمر بتاعهم على أفريقيا جنرالي وعلى السودان بالذات ممكن زول يجيقوا لي الجنجويد ديل فيهم سودانين أيها فيهم سودانين لكن برضو مرتزقة وباعوا نفسهم للشيطان لأنه هؤلاء السودانيين دي الوقت لا يتحدسوا باسم السودان ولا يدافعوا عن وطنية السودان دي ما هم مضلعين لقضية السودانية ما تقول لي يقالوا فلول بقى كلام 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 زاكد فلول دي لفظ حفظوا ليهم عشان يبرروا اللي بيعملوا فيه دا لأن الناس دي الباعوا نفسهم لهذه الإمارات منش نزارهم فوق لحد دي أقل طفل فيهم سودانيين أيوة عندهم الجنسية سودانية لكن هل بيفكروا من أجل هذا الوطن أبدا للوقت المشتركين في المؤامرة ضد هذا الوطن طيب وبعدين المطلوب شنو للوقت يا جماعة هذا الجيش ويقف وقفه فاجأت العالم كله بالمناسبة و دي السبب في إنه القصة دي لسه ما يعني وقفة الجيش دي هي اللي أنغزت البلد من الركوع أمام هذا التآمر العالمي نصيحتي للناس أجيك مع هذا الجيش عشان ينفذ مهمته في إنغاز هذه البلد ولاحظوا إنه دي الوقت في تحركات سياسية كثيرة ممكن تكون لمصلحتنا اللي هي إنه الدول الاستعمارية دي خوفهم من بعض بس تمشي تجيب روسيا تعمل معها اجتماع أمريكا نطر عيونة تمشي تجيب ما بعرف إيران تهبشها كده باجتماعين ثلاثة أمريكا نطر عيونة أمريكا ولا معها طبعا that's how دي كيف دي الشغل كده نحن ما نترسل لا في روسيا لا في أمريكا لا ما نترسل لكن إنت لازم تكون سياسي محنك وبغير التحالفات الداخلية اللي هي إن شاء الله لمصلحت هذا البلد و نحن كسودانين نحن مشاكلنا بعدين بعد ما نمسك بلدنا دي ونحافظ عليها أنا أنصح إنه كل زول يحافظ على هذا البلد بما يستطيع أي حاجة تقدر تقدم عشان البلد دي ما تقع أعمله لأنه لو وقعت ثاني ما في بلد أنت ما سوداني بعد حاجة تانية لكن سوداني دي أنساها ولو زل يسمك سوداني هتكون مواطن من الدرجة التانية في بلدك اللي هو استعمار يعني حافظوا على البلد دي وقيفوا ريشكم ده لأنه هو اللي ماسك البلد لأنه هو اللي منعنا من إنه نحن يتم استعمارنا و انتهاكنا أيوة في فضائع كثيرة حصلت في الحرب دي ولكن هذه الحرب كان لابد منها ونحن لازم نشكر الجيش إنه يقف فعلا وعمله بالرغم من كل العداء اللي توجه ضده وكل العداء اللي كان موجه ليه كل الرسائل السلبية اللي توجهت ليه وطبعا دي عنده مبررات ما في زل يقدر ينكر الكلام دي يعني إنه الجيش ده عنده مواقف في الماضي مواقف سلبية ولكن الآن الآن هو ده اللي ماسك البلد هو مانع من السقوط ما تنجرف ولا كلام ما عنده معنا و يعني أرجو إنه الناس اللي بيبيعوا بالرخيص دي يرجعوا لعقلهم طيب شكرا لكم أنا بس حبي تقول الكلام ده شكرا ترجمة نانسي قنقر